واللقاة حاليا يستورد قريبا بلادنا ستنتج خمسة ملايين جرعة من اللقاح في الشهر الواحد كمرحلة أولى في قرار ملكي يؤسس للسيادة الصحية نادية أحتى الأزمة الصحية العالمية أبانت بأن جلالة الملك محمد السادس يعي جيدا بأن الأمن الصحي للمغاربة يمر أولا وأخيرا عبر إرساء لبنة صناعية مغربية مستقلة في مجال الدواء واللقاحات تحمل علامة صنع في المغرب هذا المعنى الاستراتيجي يؤكد عليه الاقتصاديون الذين يعتبرون بأن المغرب نجح في تنويع شراكات استراتيجية مع دول كبرى كالصين خلال أزمة كورونا المغرب في إطار الديبلوماسية الاقتصادية اختار أنه يتفاوض على نقل التكنولوجيا وهو أمر جد مهم حاليا لأنه سيساهم تحت القيادة السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس فأنه يكون الشركات قادرة أنها تصنع في المغرب وهو أمر سيؤدي لتعود الواردات بصفة رئيسية لتحقيق الاقتفاء الذاتي المغرب يقوم بإعطاء إشارات قوية محليا وإقليميا محليا وهو أنه إمكانية تصنع لقاه، اكتفاء صحي، تطوير صناعته الصحية وكذلك إقليميا فهو يبين أن المغرب له كفاءات، له إمكانية قوية للصناعة الدوائية وبالتالي سيجلب استثمارات أكثر إضافة إلى أهمية بلوغ المغرب مرحلة الاكتفاء الذاتي في مجال لقاحات كوفيد-19 واللقاحات الأخرى ذات الصلة يشدد المحللون على أنه في خضم هذه الأزمة الصحية الخطيرة التي أبانت عنها شاشة التضامن الدولي ولسيما تجاه دول الجنوب اختار المغرب الانتصار لسياسة جنوب جنوب لخدمة شراكاته التضامنية مع إفريقيا كما يؤكد على ذلك جلالة الملك تشجيع الصادرات لأنه يجعل المغرب يصدر لقاحات الإفريقية والدول المغاربية وهو أمر يساعده في التموقع الاستراتيجية وفي كسب مكانة رائدة من دول لدخول النادي الضيق ديال الدول المصدرة والمنتجة لقاحات يبين أن المغرب له كفاءات وإمكانية قوية للصناعة الدوائية وبالتالي سيجلب استثمارات أكثر وكذلك يمكن أن يصبح منصة من أجل الدول الإقليمية ومن دول إفريقية هذا سيعطي قوة ديبلوماسية وقوة صحية للمغرب هكذا إذن انضم المغرب رسميا إلى مصاف الدول التي تحتل مكانة مرموقة في مجال استراتيجي ألا وهو تصنيع اللقاحات بما يعزز القوة المناعية للأمن الصحي للوطن والمواطنين ترجمة نانسي قنقر